رئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة بدء تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين النمسا تتهم تركيا بإنشاء شبكات تجسس داخل البلاد وتهدد بعواقب قطيرة على تركيا الثانية عشر ظهرا العاشرة بتوقيت جرانيتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة أهلا بكم وبداية هذه النشرة مع نوها درويش أهلا بك نوها أهلا بك إيمان أهلا بكم مشاهدين شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفلة تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة لعام 2020 وذلك بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة وأكد الرئيس السيسي أن الشهداء تقدموا بحياتهم مقابل أن يعيش 100 مليون مصرية مؤكدا أن غيابهم أمر مؤلم للجميع عبر الهاتف ينضم إلينا لواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق سيدة لواء أهلا بحضرتك طبعا تبعنا بهذا الحفل الهام تخريج الدفعة من كلية الشرطة وكالعادة تم توجيه التحية والتقدير للشهداء من الشرطة المصرية كيف تبعت الحفل؟ بسم الله الرحمن الرحيم أنا لا يمكن أن أقولك كيف تبعت الحفل كده أنا أقولك أنا كم فيه في هذه الاحتفالية عدة محاول رئيسية لازم نحن كنا نبص عليها أولا المحاول الأول وهو خاص بالإعداد البشري يعني إزاي أني أنا أعد القيادة المطلوبة لمواجهة التحديات من خلال إعداد بدني واضح كدا أنه هو متميز وأيضا من خلال جودة في كشف وعرض هذا الإعداد البدني الثاني حاجة هو الإعداد التخصصي لأننا بنشمع دلوقتي عن التخصصات اللي بيطلع منها الخريج سواء كان حماية مدنية أو أمن عام أو خلافه من التخصصات الشرطية ثالثا أيضا عملية استيعاب المستحدثات الخاصة بالتكنولوجيا والمستحدثات الخاصة بمواكبة أي مخصص إجرامي آخر يقوم به أي واحد بيسعى إلى أن يجهد مسيرة الوطن دي حاجة مهمة جدا لأنه إحنا لازم وإحنا بنخطط المستقبل والمستقبل هنا زي ما قال سيادة الرئيس أنه دول بيستهدفوا وطن ولا يستهدفوا فقط نظام لازم نكون على قدرة للمؤالح لكن بالتأكيد دايما بيكون في مغزى سيادة الواء من عرض البطولات في الشرطة المصرية أو في القوات المسلحة فكرة المغزى هنا من مسألة عرض هذه البطولات وما قدموه من تضحيات عرض أيضا كلمات مهمة جدا من أبنائهم ومن زوجتهم وأمهاتهم شوفي أنا عايزة أقول لعرض بك على حاجة العمل الجيد يعبر عن ذاته والعمل الذي تم عرضه هنا لا يعبر فقط عن ذاته ويعبر عن ذاته ويعبر عن إحساسه وشعوره الوطني ويعبر عن جودة أداءه وجودة أداءه أسريا أيضا للأجيال البتالية من أبناء هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم وأيضا يعبر عن احترام القيادة واحترام الدولة لذكر هؤلاء الشهداء العصار في صورة افتعاب أبنائهم وطبعا أكيد افتعاب أي احتياجات هم مضحكين أنا أشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المدخلة وهذه التفاصيل اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق أشكرك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الشهداء قدموا حياتهم مقابل أن يعيش مئة مليون مصرية مؤكدا أن غيابهم أمر مؤلم للجميع بسم الله الرحمن الرحيم مش حيفطني أبدا أن أنا باسم وباسم كل المصريين أتقدم لكم بالتهنئة وصحيح يعني هم مش موجودين معاكم دلوقتي لكن أنا بقول لكم وبأكد لكم أن كل مصري موجود هنا وحتى بيسمعنا دلوقتي من فضلكم اعتبروهم يعني الأب أو الأخ لك لأن هم فعلا ينظروا عليكم بهذه المنزلة وبهذه المكانة فصحيح يؤلمكم ويؤلمنا غيابهم واستشهادهم في سبيل مصر لكن عزقنا وأنا مش عايز أخلي اليوم يعني صعب لكن عزقنا أن هم أقدموا ده عشان مئة مليون مصر يعيشوا مئة مليون ده تمن كبير قوي فألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك وبعدين برضو مش حيفوتني أن أنا أرحب بكل الأسر اللي موجودة أولياء الأمور اللي هم أقدموا يعني أعدوا أبنائهم ثم قدموهم لمصر هنا في كلية الشرطة عشان يبقوا رجال يدفوا عننا كلنا فأنا بوجه لهم التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز بما قدموه لنا ثم بهنيكم جميعا أبنائنا الخرجين وأبنائنا الطلبة اللي موجودين في الكلية ألف مبروك وبتمنى لكم كل التوفيق وربنا يا ربي أحفظكم من كل شر وسوء شكرا جزيلا وعبر الهتف للمزيد من النقاش ينضم إلينا عبدو زكي الكاتب الصحفي أستاذ عبدو أهلا بحضرتك أهلا بيك يا شكرا في مجموعة من النقاط الهمة تم توضحها في الاحتفالية اليوم مسألة التركيز على التخصص الوظيفي والمعايير الموضوعية المحددة ومدى اتصاقها مع الرسالة الأمنية داخل كليات الشرطة المصرية إزاي حضرتك بتتابع وتابعت هذه التصريحات المهمة والله أنا شايف أن دي خطوة يعني علمية متقدمة جدا في الأداء الشرطي ودي هتعكس حاجات جيدة للغاية هتعكس رجل أمن متخصص للغاية ليس هناك أخطاء يعني إلا هيتخصص الحماية المدنية على سبيل المثال هيكون مدرب من أول ما قبل ما يتخرج من الكلية أنه يتعامل مع النيران يتعامل مع الحوادس يتعامل مع الأخطار وبالتالي استغتقي الرسالة الأمنية وسيكون لدينا ضابط شرطة متخصص منذ اللحظة الأولى والحقيقة ضباط شرطة الحاليين حكفة بلا أدنى شك لكنهم اكتسبوا الخبرة مع مرور الوقت الآن لدينا ضابط خريج لديه قدر من الخبرة وسينميها مع بداية عمله اللي يصبح ده بتكفه جدا بما يعود بما يعود بالخير على أمن وسلامة المواطنين فكرة ما واجهته أو ما واجهه الأمن المصري على مدار أستنوات الماضية طبعا في إطار مكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة المنظمة يعني أدى إلى تقل هذه المهارات اللي حضرتك يمكن بتتحدث عنها إلى جانب طبعا ما تقدمه لهم كليات الشرطة إزاي حضرتك بتشوف مدى المساهمة بالظروف والضغوط اللي بالفعل يعني تم وضع هؤلاء فيها في السنوات الماضية في مسألة مهاراتهم وفي مسألة إعدادهم للقتال حقيقة الحقيقة لما بليجي نتكلم عن دور الشرطة خاصة ما بعد في العشر سنوات الأخيرة تحديدا من 2011 أو من أواخر 2010 أو حتى اليوم لكن أن ضابط الشرطة في هذه المرحلة هو الحقيقة عانى معاناة رهبة جدا لماذا؟ لأن جهاز الشرطة الحقيقة في 2011 ودي نقطة الواحد دائما أنا أؤكد عليها عانى كثيرا الجهاز الشرطة بعد 2011 نقدر نقول أنه نهار ولولا أن هناك إرادة سياسية برزت مع 2013 بعد ثورة يونيو 2013 لما ربما استرد جهاز الشرطة قوته واستعاد صلباته الحقيقة تدرك جهاز الشرطة بسرعة رهيبة جدا نحو استعادة قوته ووصل لقوته لما الحقيقة البطل لكن لكن ده ترك برضو رسالة مفيدة جدا وهي إن الشعب أدرك أهمية رجل الشرطة على كافة في كافة تخصات سواء كانت المباحث سواء كانت أمن وطني سواء كان حماية مدنية سواء كان مرور لما عليناها الحقيقة بعد 2011 بسبب هذا الفراغ الأمني هذا الفراغ الأمني أريد لمصر أريد لها حالة من الفوضة وبالتالي عندما استعادت عندما انهارت الشرطة أو ضعفت الشرطة هذه الفترة بفعل فعل أنا أكرر بفعل فعل أدركنا قيمة الشرطة لما بدأت الشرطة ترجع لقوتها الحقيقة واستردد عفيتها تماما تماما أنا أكد لكي من خلال متابعتنا للأوضاع على الأرض الشرطة استعدد قوتها تماما الحقيقة أن الشعب بدأ ينظر للشرطة بقدر الرهيب بالضعف ما كان من الاحترام وبالتالي أدرك أهمية الشرطة الحقيقة طبعا زي ما قلت حضرتك أن عملية هذا الانهيار والضعف والمعاناة أجنبت رجل الشرطة خبرة مضاعفة في السنوات العشر بالتأكيد طيب أستاذ عبدو في أيضا نقطة مهمة تم التركيز عليها في الاحتفالية مسألة البرامج التطقفية اللي بتتم الآن وتوعية ضباط الشرطة وطلبت كليات الشرطة بمخاطر الحروب التي تتم من الداخل واللي يمكن نحن بنتبعها هذه الفترة وبنحاول أن نحن نواجهها فكرة استخدام الرأي العام تقليب الرأي العام مسألة أن الحروب النماطية غير موجودة الآن بشكلها المعتاد ولكن الحروب اختلفت أو شكلها اختلف برنامج تطقيفي بيدرب هؤلاء الضباط على هذه المواجهة زي حضرتك بتشوف أهميته يا يا أستاذة غاية الأهمية الحقيقة يعني الحقيقة نحن الآن والرئيس عم فتاح الحقيقة يعني كثيرا ما ينبهنا إلى هذا الأمر ويعيد ويكرر الحروب حاليا ليست حروب نظامية نعم يعني ليس جيش في موجهة جيش ولا توجد دولة عقلة تسعى لتحركها بقوات لكن العدو إذا كانت الحروب توقفت استخدادية لكن العدو لم يتوقف والعدو بدأ يعمل على تجنيد المواطن من الداخل بتفليط كافة سمومه على العقلية لخلق عقلية تآمرية شريرة تدمر الوطن من الداخل يعني الحقيقة أن القوى المعادية النهاردة بتعملك حرب داخلية يعني بتخلي أبناء الوطن هم من يسعون إلى عتم الوطن ليس من خلال حكومات معروفة وليس من خلال جهات رسمية في هذه الدول المعادية وإنما بيتخذ لك الحقيقة بيسلط عليك جهات غير حكومية يعني زي منظومات حقوق الإنسان زي وسائل إعلام مواقع التواصل زي مسميات كما حصل في التصريبات الأخيرة بإسم الدموقراطية ودعم الدموقراطية والعجد كلها وبالتالي هناك حروب الجيلين الرابع والخامس التي تستخدم طبعا دور الشرطة الحقيقة تعتبر هي جيش مصر الداخل عليهم حماية يعني هم مكلفون بحماية الجبهة الداخلية لأن اختراق العقول والسيطرة عليها وترقى العقول المسيطرة عليها تبص سمومها والشائعات طارة بأنها بعد غسيل الأدمغة طارة بأن بعض العقول تعرضت لغسيل الأدمغة وتارة عن سوء قصد يعني الحقيقة أحيانا يبقوا عيين لكن لديهم مصالح بعض الناس من المصريين أو بعض الناس في الداخل المصري لديهم مصالح مع دول أجنبية مع جهزة مخابرات وبالتالي يسعون لبس السموم من أجل تحقيق مصالح ضيقة تلقي تمولات والنتيجة تكون تخريب الوطن وهنا يأتي دور الشرطة اللي هي المتابعة الداخلية متابعة مصدر الشائعات متابعة مروج الشائعات متابعة التجنيد سواء للجماعات الإرهابية سواء للأفكار الهدامة سواء للدعوات التحريضية نعم واضح نعم أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ عبدو زكي الكاتب الصحفي على كل ما وضحته لنا في من تفاصيله وفي كلمته قال الواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أنه تم إعداد برنامج تثقيفية استهدف كافة طلبة كلية ويرتكز على تدعيم قيم الولاء للوطن والتحصين الفكري من التطرف والتعصب وحذر من مخاطر الحروب غير النمطية وأدواتها وأسليب إسقاط الدول من الداخل إنه يوم يقف فيه الأبناء في إباء وشمم حيث نحتفل بتخريج ألف وخمسمية واحد من طلبة كلية الشرطة من بينهم واحد وخمسين طالبا وافدا من دول فلسطين والشاد والصومال بنسبة نجاح بلغت تسعة وتسعين وستة من عشر في المائة وتخريج خمسمية خمسة وتسعين من طلبة الكلية خريجي كليات الحقوق بنسبة نجاح بلغت مائة في المائة من بينهم 133 طالبا حصلوا على درجة الماجستير في القانون منهم 13 بتأدير امتياز و13 بتأدير جيد جدا و7 بتأدير جيد كما حصل 200 طالب من الضفعة الثانية على درجة الدبلوم في القانون وكذا تخريج 197 طالبا وطالبة من قسم الضباط المتخصصين بنسبة نجاح بلغت مائة في المائة فضلا عن تخريج 118 ضابطا ممن حصلوا على الدبلومات الشرطية التي تمنحها كليات الدرسات العليا بالأكاديمية منهم 14 ضابطا وافدا من دول فلسطين الكويت البحرين العراء بنسبة نجاح بلغت 83% هذا وقد قام مركز بحوث الشرطة بتدريب 343 من الكوادر الشرطية من 41 دولة إفريقية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية فمقامة كليات التدريب والتنمية بتدريب عدد 3625 ضابطا من مختلف الرطب المزارة في جميع تخصصات العمل الأمني كما بزلت الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة جهودا غير مسبوقة في مجالات تأمين المنشآت الحيوية والكشف عن المفرقعات وضبط قضايا المخدرات وأيضا المزيد من المتابعة والنقاش ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء رضا يعقوب خبير مكافحة الإرهاب الدولي سيادة اللواء أهلا محضرتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى المشاهدين وعليكم السلام إذن هناك عرضا يعني وافيا جدا للمهارات القتلية وأيضا المهارات العلمية والتعطقفية اللي بيتلقاها ضباط الشرطة النصرية إزاي حضرتك تابعت هذا وكيف من الممكن أن ينعكس بالفعل على مسألة مكافحة الإرهاب ككل أولا الانضمام حاليا لهذه المجموعة إلى كتيبة المدافعين عن أرض الوطن وطرابها وحفظ السلام فدور الشرطة أولا منع وقوع الجريمة وهي العمليات الاستباقية التي نواجهها للقضاء وبترئ الإرهاب وعناصره وبذلك تم الحفاظ على الأرواح ومتلكات سواء الرسمية أو الشخصية ونجد هناك مجموعة الرسم تقوم بدور رائع تضع عناصر نفاذ القانون أمام الصورة الحقيقية ويتم تدريب عليها يتم تقنيم العمليات التي تواجه الإرهاب تم تدريس القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان بهذه المجموعة ويتم المراقبة وتنفيذ هذه القوانين إذن هذه مجموعة تواجه الإرهاب وتقضي عليه بأسلوب علمي وحضاري نجد أجازك تتم ضبط الجريمة في حالة وقوعها نحن نمنع وقوعها بعمليات استباقية إنه إذا أرتكبت يتم ضبطها وهذه المجموعة درست هذه العناصر ويتم التدريب عليها وتم تقديمها إلى الوطن لتكون منارة للقضاء على داخل يمكن اللي حضرتك بتذكره الآن ومسألة استباق الجريمة من خلال هذه العمليات الاستباقية اللي بنشهدها بترتكز على عدة أمور ذكرت أيضا في هذه الاحتفالية مسألة التعامل مع الجيل الرابع والخامس مسألة كيفية التعامل مع المعلومات الاستخبارية وكيفية رصدها وكيفية تحليلها والمراقبة الأمنية وما تم تطويره بشكل كبير عبر أو خلال السنوات الماضية إزاي حضرتك بتوعقب عليه أولا نحن بنقضي على الإشاعات نهائيا بنضع صورة حقيقية للأحداث وبنتواصل مع الإعلام المصري لنضع المواطن المصري أمام الحقيقة كاملة حتى لا يدعن للآخرين الذين يضللون ثانيا بنقضي على الإرهاب بتكثيف عناصره وبتكثيف مصادر أمواله والتواصل الاستخباراتي مع الدول الأجنبية واستفدنا بهذا التواصل ببردة كبيرة جدا واليوم لدينا عناصر من الشرطة تتواصل بصورة رائعة مع الاستخبارات الأجنبية بالقضاء على هذه العناصر وكذلك نحاول أن نقضي على الملاذي الآمن بهذه العناصر في بعض الدول الأخرى وذلك عن طريق الأمم المتحدة وكيف بتنعكس هذه الأمور سيادة لواء على التنظيمات الإرهابية في رأيك؟ طبعا نحن نقوم بتكثيف هذه العناصر ونقضي عليها نهائيا ونتواصل مع الجميع وشاهدنا حتى الفس الأمني ارتفع لدى المواطن المصري لأقضاء على هذه العناصر الإرهابية والمسألة الخاصة بالحروب الغير تقليدية اللي بتشهدها مصر الآن واللي تم التركيز عليها أيضا في هذه الاحتفالية إلى أي درجة مهم تدريب الضابط المصري على مسألة مواجهة الحروب أو الدخول في الحروب الغير نمطية الغير معتادة اللي بتكون من خلال زي ما حضرتك عارف تقليب الرأي العام من خلال الوقيع بين فئات الشعب المختلفة بهذا بيتطلب أولا من الضابط المصري وهو نجح في هذا المجال بأن يرفع الحفظ الأمني وأن يطلق المواطن المصري بجهود التي يبذلها في مواجهة الإرهاب ووجدنا أن المواطنين الآن يستجيبون لجهاز الشرطة ويتواصلون معه لألقضاء على هذه العناصر الإرهابية بالإضافة إلى أن الشائعات في أسلوب الغير نمطي يواجه بأسلوب رائع في مصر والأمن العام يقوم بدور كبير والمواطن المصري يقوم بدور أكبر في هذا المجال أنا بشكر حضرتك جزيلي الشكر على كل هذه التفاصيل والمعلومات اللواء رضا يعقوب خبير مكافحة الإرهاب الدولي شكرا لك قدم اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة ومساعد وزير الداخلية هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي وجاءت الهدية التذكارية على شكل مجسم مبنى وزارة الداخلية يعلوه شعار الشرطة ومن خلفه ثلاث نوافذ متتالية تعبر عن مبادئ الأكاديمية ويتوسط أحد النوافذ تشكيل فني ثلاثي الأبعاد لإبراز المشروعات القومية الكبرى والتي تمثل انطلاقا نحو أفاق المستقبل وأدت مجموعة من طلبة السنة الأولى وطلبة الكلية من خريجي كليات الحقوق عروض القوى البدنية والدفاع عن النفس وتم استعرض عروض المرونة والقوة وذلك بتكسير الأهداف المتصاعدة والمتتابعة من ارتفاعات مختلفة تعكس مدى المرونة واللياقة التي أصل إليها الطلاب أثناء تدريباتهم بالكلية كما تم تخدم عروض لكفاءة القتالي وميدان الجبال وقدم الطلبة عروض كمال الأجسام وبعض المهارات الخاصة بالقفز من خلال حلقات النيران والتي شاركهم بها عدد من الطلب الوافدين من الدول الأفريقية ناطقة باللغة الفرنسية أعربت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بزيارة معرض تراثونة للحرف اليدوية والتراثية وأكدت أن المعرض يعبر عن مراث مصر الحضري وأصالة الشخصية المصرية وتفرضها بين جميع شخصيات بلدان العالم وقدمت السيدة انتصار السيسي تحية الشكر والتقدير للأيدي المصرية التي أبدعت في التصميم والإنتاج في مختلف منتجات المعرض وما قدمته من مصنوعات رائعة لا يقل مستواها عن مثيلتها العالمية إن هذا المعرض يأتي انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية للمشروعات الصغيرة والفتاكية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل ومصدر دخل للمرأة فالمرأة المصرية لها قدرة متميزة على العمل في جميع المجالات ولكن بيظهر إبداعها وتطورها في الحرف اليدوية والتراثية وهو الحال في جميع محافظات وقرى مصر موسيقى 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 أتوجه بالتهنئة للفائزين بجائزة الأفضل للمشروعات الحرفية واليدوية ومتناهية السنور موسيقى 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 بتعكس الهوية الوطنية والثراء الثقافي والحضاري لمصر وأتطلع المزيد من النجاح والتوسع في أعمالكم خلال الدورات القادمة من المعرض وأكد من خلالكم أن الدولة ستواصل سعيها الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات خاصة الدعم الموجه لسيدات مصر وذلك لما لاهن من دور فعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي وأخيراً أجدد الإعراب عن سعادتي بوجودي معكم اليوم والذي أتطلع لأن يمسر رسالة دعم لأصحاب الحرف التراثية للمحافظة عليها والعمل على نموها والاستمرار في التطور والإبداع أعربت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع عن سعادة كافة المشاركين في معرض تورتنا بزيارة السيد انتصار السيسي التي عكست لاهتمام الكبير الذي تليه الدولة بأعلى قياداتها لمشروعات الشباب خاصة العاملين في قطاع المشروعات اليدوية والتراثية كما أوضحت نيفين جامع أن السيدة انتصار السيسي حرصت خلال زيارتها على تكريم عدد من أصحاب المشروعات والجمعيات الأهلية العاملة في قطاع المشروعات متنهية الصغر كما أشارت إلى مدى فترة المعرض حتى يوم السبت السبع عشر من أكتوبر وذلك تقديراً لجهود العرضين شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد إحدى مراحل المناورة ردع عشرين عشرين والتي تنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية لقوات المسلحة ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي للعناصر المشاركة في المناورة اشتركوا في القناة المناورة ردع عشرين عشرين شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المناورة ردع عشرين عشرين التي تنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتي تستمر لعدة أيام وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة تضمنت مراحل المشروع تنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك والفتح وذفع القوة الرئيسية لمهاجمة الحد الأمامي للدفاعات المعادية واستكمال الهجوم لتحقيق المهام المخططة وذلك باستخدام مقلدات الاشتباك الميلز ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطريقة بكفاءة عالية ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للعناصر المشاركة مقدما لهم التهنئة بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي ستظل شاهدة على عبقرية المقاتل المصري وإرادته القوية التي لا تعرف المستحيل ونقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير المعركة حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة المناورة رضع عشرين عشرين تمكنت الأجهزات الأمنية من القاء القبض على المتهمين بقتل فتاة المعادي أثناء سرقة حقيبتها بالقوة بعد تحديد مكان اختبائهم وكشف مصدر أمني أنت التحريات أصفرت على التوصل لخط سير المايكروباس الذي نفذ من خلاله الجناء جريمتهم بمنطقة دار السلام واتبين نهى سيارة مايكروباس بيضاء اللون مشيرا إلى أن المتهمين مسجلان خطر ومن أصحاب السوابق وأقارب وأحدهم من منطقة مصر القديمة الثاني من منطقة بولاق الدقرور واتفق فيما بينهم على تشكيل عصابة لسرقة الحقائب بأسلوب القطف باستخدام سيارة موسط اللوحة المعدنية كما أضف المصدر أنه في يوم الحادث قام المتهمان بمزاولة نشاطهم الإجرامي حيث اقترب من الفتاة باستخدام سيارة مايكروباس وانتزع منها الحقيبة بالقطف إلا أنها تشبثت بها ومع سير المايكروباس بسرعة فائقة ارتطمت رأس الفتاة بسيارة كانت متوقفة بجوار الطريق ما أدى إلى سقوطها وحدوث نزيف أصفر عن وفاتها أكد المصدر أنه تم اتخاذ اللازم تجاه المتهمين تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة موسيقى بدأ اليوم تنفيذ اتفاق تبادل الأسر بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بوصول دفعة أولى من الأسر الحوثيين إلى مطار سيئون بمحافظة حضرموت هذا وقد وصلت الدفعة الأولى من أسر الحوثيين وعددهم 230 أسيرا إلى مطار سيئون قادمين من محافظة مأرب حيث من المقرر أن يتم نقلهم إلى صنعاء واتفق التحالف العسكري بقيادة السعودية وحركة الحوثي اليمنية الشهر الماضي في سويسرا على تبادل 1081 سجينا بينهم 15 سعوديا في أقبر تبادل منذ محادثات السلام في ديسمبر 2018 والتي توقفت منذ ذلك الحين ترجمة نانسي قنقر أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينان هانيس بلاس خارت أهمية إجراء انتخابات ذات مصداقية في العراق لإعادة بناء ثقة الجمهور وأضفت أن باتة الأمم المتحدة لمساعد العراق يونامي تقدم المساعدة والدعم الفني وفقا لتفريدها وستواصل تقديم المشورة والدعم المطلوبين من قبل الحكومة العراقية والمؤسسات ذات الصلة ومشيرة إلى أن الانتخابات هي بقيادة عراقية ومملكة للعراقين أعلن الرئيس اللبناني مشالعون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس حكومة جديدة والتي كانت مقررة اليوم إلى الخميس الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري وأفاد بيون للرئاسة اللبنانية أن التأجيل جاء بناء على طلب بعض الكتل النيابية لظهور صعوبات تستوجب العمل على حلها وكانت الاستشارات النيابية التي جرت أواخر أغسطس أسفرت عن تسمية سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب لتشكيل الحكومة ولكنه اعتذر عن عدم إتمام مهمته بسبب خلافات بين الكتل السياسية حول الحقائب الوزرية هذا وأجرت كاميرا إكترا نيوز لقاءات مع عدد من المواطنين في لبنان استطلعت فيها أراءهم حول التأخر في تشكيل الحكومة اللبنانية وملقينا نتيجة من شيء كرميلوا الوضع نزول 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 فمش متوقعين شيء بقى من حدا إلا ما يصير يعني في حلول جزرية يعني بالبلد ويبلش فيه إصلاح بس مش مهم مين بيجي مهم مين بيجي وبيصلح نحن هيدا البدنية متطلبات أهم شغلة هي الاقتصاد يشتغلوا على البلد وفيه شغلة تانية يحفظ المقاومة يعني سلاح المقاومة خط أحمر لأنه هذا سلاح يعني حيمينة فينا نقول لبنان وضعه تعيس جدا 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 على مستوى يهددوا بالدعم على البنزين على الخبز على الأدوية هلأ ما أطوع أتصور أنه لبنان عروسة الشرق الأوسط كله كانت فيش فيه بيننا دول يخي بدنا حقوقنا شعب لا عندك بنزين لا عندك ماي لا عندك كهرباء لا عندك أكل خلينا ترقلنا الأكل على الجنب عرف كيف شو بدنا بعض يعني بدنا رئيس حكومة يجي يعمل إصلاحات إن شاء الله بيكون مين مكان يكون مش ضروري يخي يجيبوه سياسة يجيبوه من الناس على الشيء الدولار يعني دولار 8000-9000 صرفوا يعني كثير يعني العشرة دولار 90 ألف 80 ألف يعني كويرس يعني لما يخذوا ليب سيارة وحقوا مليون ليرة مليون ومص ليرة يعني يعني قد معاشوا للواحد عمرتين يعني معاش زابط بالجيش بيطلع 200 دولار صار عقد الكنيسة الإسرائيلية اليوم جلسة للتصويت على اتفاقية السلامة التي تم توقعها الشهر الماضي بين إسرائيل والإمارات وذلك بعدما صادقت الحكومة الإسرائيلية الإثنين الماضي بالإجماع على صياغتها وكان ناتنياهو وقع الاتفاقية مع وزير الخارجية الإماراتية عبدالله بن زايد في حفل إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الخامس عشر من سبتمبر يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم وعلى مدار يومين في بركسل لبحث عدد من الملفات وتهيمن قضايا تفشي فيروس كورونا وملف علاقات الاتحاد مع بريطانيا في ظل اتفاق بركزيت على القمة الأوروبية كما ستشهد لجتمعات بحث ملف انتهاكات تركية في المتوسط والتدخلها في الصراع بين أرمينيا وأدربيجان في إقليم ناجورنو كربأخ حذر وزير داخلية النمثا كارل نهايمر الرئيس التركي رجب طايب أردوغان من محاولته لإنشاء شبكات تجسس داخل بلاده مشددا على أن هذا النهج سيكون له عواقبة خطيرة على تركيا وقال نهايمر إن النمثا دولة ديمقراطية ويجب على أي شخص يهدد حقوق مواطنيها الأساسية أن يتوقع أنه سيتم الرد عليه بكل الوسائل المتاحة وكانت الأجهزة الأمنية في النمثا قد ضبطت مؤخرا شبكة تجسس تقودها سيدة تعمل لصالح المخابرات التركية قالت إحدى الشركات استطلاعات الرأي التركية أن نسبة تأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم انخفضت إلى 25% فقط كما تراجعت نسبة التأييد لتحالف حزب العدالة والتنمية والحركة القومية أيضا إلى أقل من 50% وأظهرت الاستطلاعات أن نسبة الناخبين الغاضبين من الحكومة أخذ في الارتفاع كما تسود نفس حالة الغضب داخل أحزاب المعارضة من سياسات الحكومة سجلت نسبة القروض الشخصية ارتفاعا ملحوظا لتسجل 47% في عام واحد وبحسب البيانات الصادرة عن اتحاد البنوكة التركية فقد زادت القروض النخضية المقدمة بنسبة 36% في أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبلغت 3 تريليونات و 633 مليار ليرة كما بلغ معدل التحصيلات المراد تصفياتها إلى إجمالية القروض 4.5% انتقد رئيس السياسات الاقتصادية والمالية داخل حزب ديفا إبراهيم تشان كاجي ما أعلنه المعهد التركي الرسمي للإحصاء بخصوص بيانات البطالة معلقة بأن نسبة البطالة في تركيا سجلت نحو 31% وليس بحسب ما أعلن المعهد عند 13.4% أضاف رئيس السياسات الاقتصادية والمالية داخل الحزب أنه اعتبارا من يوليو الماضي فإن نحو 4 ملايين و 200 ألف شخص قد تخلوا عن البحث عن عمل رغم استعدادهم للعمل لم يتم احتسابهم على أنهم عاطلون عن العمل في المؤشرات التي نشرها الإحصاء التركي فأضاف أن عدد العاطلين عن العمل بشكل عام وصل إلى 8 ملايين و 518 ألف عاطل أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار عن إلغاء عقد تطوير حقل المنصورية الغزي الواقع قرب الحدود الإيرانية مع مجموعة تركية وقال وزير النفط أن العراق يدعو شركات الطاقة العالمية للتنافس على تطوير حقل المنصورية نشرت صحيفة والستريت جورنال الأمريكية أدلة جديدة على إرسال تركيا مرتزقة لمساندة قوات أدربيجان في معارك ناجونو كارباخ وأكدت الصحيفة أن تركيا مستمرة منذ سبتمبر الماضي في نقل المرتزقة للقتال في كارباخ محل نزاع بين أرمينيا وأدربيجان من خلال رحلات تجارية مباشرة من الأراضي التركية إلى أدربيجان بمعدل مئة مسلح في كل دفعة وذكرت الصحيفة أيضا وفقا لشهادات مرتزقة عائدين من القتال أن تركيا جندت ألفا وخمسمائة عنصر القتال في كارباخ مع منحهم مبالغة مالية تصل إلى ألفين دولار شهريا قالت وزارة الدفاع في إقليم ناجورنو كارباخ إنها سجلت مقتل 23 جنديا آخرين مما رفع حصيلة القتل بين صفوف قواتها إلى 555 منذ بدء معارك مع قوات أدربيجان في 27 من سبتمبر الماضي أعلن الرئيس القرغيزي السورنباي جينيكوفا استقالته من منصبه وأكد أنه لن يقبل أن يكون في تاريخ بلاده كرئيس سفك الدماء وأطلق النار على أبواطنها وخلال كلمته دعا الرئيس القرغيزي قادة المعارضة لسحب أنصارهم من العاصمة وإعادة الحياة الآمنة لسكان شك مؤكدا أهمية وحدة الشعب وتوافقه الإجتماعي يعقد الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن لقاءات جماهيرية عبر تلفزيون وذلك بدلا من مناظرتهم الرئاسية الثانية والتي ألغيت بعد أن امتنع ترامب عن المشاركة في مواجهة بايدن عبر الإنترنت وسيستقبل كل منهما أسئلة من الجمهور الناخبين خلال اللقائين وكان ترامب انسحب من المناظرة عندما قالت اللجنة المنظمة أنها ستعقد عبر الإنترنت بسبب المخاوف من فيروس كورونا أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه متقدم في استطلاعات الرأي بالرغم من التعتيم الإعلامي وما وصفه بفساد الديمقراطيين وحضر ترامب خلال مؤتمر انتخابي في ولاية عيوان من أجندة الديمقراطيين مؤكدا أن منافسه جو بايدن تلقى دعما من منظمات تدعم العنف وتنشر الفوضى ولفت ترامب إلى أن الديمقراطيين يخططونها للسيطرة على المحكمة العليا وفتح الحدود أمام المجرمين والقتلة كما شدد على أن نجاحه في الانتخابات السابقة في 2016 كان بمثابة عقاب قاس للنخبة السياسية الفاسدة قالت وكالة رويترز أن أعدادا قياسية من الناخبين الأمريكيين بدأوا التصويت بالفعل في الانتخابات الرئاسية لاختيار بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن كما لم يمنعوا الانتظار لساعات طويلة للتصويت مبكرا وبحسب الوكالة صوت 14 مليون أمريكي بالفعل في الانتخابات العامة ووفقا لتحليل معلومات التصويت في مشروع الانتخابات الأمريكية مشيرة إلى أن الولايات المتعرجحة الرئيسية مثل فلوريدا شهدت أقبالا كثيفا حيث أدل أكثر من مليونين ناخب أصواتهم بالفعل وذلك قبل الانتخابات في الثالث من شهر نوفمبر القادم قال وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبور إن بلاده وكوريا الجنوبية ستظلان حليفتين عسكريتين مشيرا لالتزام البلدين المستمرة بالتقلص من السلاح النووي وترسانة الصواريخ الباليستية التي تمتلكها كوريا الشمالية وخلال استقباله وزير الدفاع كوريا الجنوبية سو ووك قال أسبور إن درامج كوريا الشمالية النووية والباليستية تظل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة والعالم تعد أزمة الحدود الآيرلندية والضوابط الجمركية أبرز المعوقات التي عرقلت تنفيذ اتفاق بريكزيت بعدما تجددت الخلافات بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ في يناير القادم المزيد في هذا التقرير مخاض عسير لا يزال مستمرا لتنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكزيت خلافات تتجدد كلما اقتربت الخطوات النهائية لتنفيذ الاتفاق فوفقا للوثائق الرسمية خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا نهاية يناير الماضي تطبيقا لاتفاق وقعه بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني وميشيل بارني كبير مفاوض الاتحاد الأوروبي تضمن شروط تنفيذ الاتفاق والذي نص أيضا على فترة انتقالية للتنفيذ تنتهي في الحادي وثلاثين من ديسمبر المقبل وخلال هذه المدة دارت سلسلة من المفاوضات الصعبة بين بروكسل ولندن لمناقشة العلاقة بين الجانبين والوصول إلى اتفاق يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021 ولكن عادت إلى الواجهة مرة أخرى مشكلة الحدود الأيرلندية بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني التراجع عن الالتزام ببعض البنود الواردة في اتفاق بريكسيت والمتعلقة بالضوابط الجمركية حيث تخشى بريطانيا من أن تتسبب عودة تلك الضوابط إلى إضعاف السلام الذي تم إحلاله قبل عشرين عاما في أيرلندا المفاوضية الأوروبية من جانبها رفضت مشروع القانون البريطاني وطلبت من لندن سحبه مؤكدة أنه أضرب الثقة المتبادلة بين لندن وبروكسل ولم تستبعد اللجوء القضاء لإجبار بريطانيا على الالتزام بكل بنود الاتفاق وهو ما أثار مرة أخرى مخاوف إتمام الخروج البريطاني من العباءة الأوروبية بدون اتفاق ما يعني العودة إلى الرسوم الجمركية والإجراءات الإدارية المعقدة التي قد تلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد البريطاني هذا وتتواصل فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية ومن هنا تنضم إلينا مرسلة أكسرا نيوز شيرين مجدي شيرين أهلا بك معنا في هذه الجولة طبعا والتفاصيل معك تفضل بالفعل اليوم الخامس على التوالي بتتواصل فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية المقام هنا بمركز مصر للمعارض الدولية بيتجمع الخامس والذي تقرر مدى العمل به يومين إضافيين نظرا للإقبال الشديد من جانب الزوار للمعرض اللي بيضم ستمائة عارض من مختلف المحافظات أنا الآن متواجدة من داخل الجناح الخاص لبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظتي قناء وسهاج هذا الجناح الذي يأتي على مساحة 250 متر وبيشارك في ثلاث تكتلات اقتصادية من هتين المحافظتين المزيد عن هذا الجناح وما يضمه ينضم معنا على الهواء مباشرة سيدة اللواء محمود شعروي وزير التنمية المحلية في البداية بنرحب بحضرتك معنا أهلا بيك فانت وأهلا بيك وكل المشاهدين لو نشرح للمشاهدين فكرة التكتلات الاقتصادية في إطار برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر وأهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية بدايةنا نعيز أقول البرنامج ده عبارة عن برنامج حكومة المصرية مدعوم من خلال البنك الدول هو برنامج تنموي متكامل بيعمل بيشمل كل كافة اتجاهات ومناحي ما يتمثل المواطن المصري بصفة عامة يمكن اخترنا سوهاج وإينا على سنوما كانوا من المحافظات الأكثر وفقرا على أساسنا وأكثر احتياجا فبنتنا نشتغل فيها بصفة عامة فيها المشروع بدأ يمكن بدأ بصورة جدية من ألو سانتين تقريبا بدأنا فيه بصورة فعلية جبنا استشاريين عشان نحدد عشان نأثر الموضوع بسرعة احنا التكتلات دي تم اختيار خوالي 15 تكتل بدأنا بيهم بنبدأ بأربعة او ما بتناهتمان بيهم كاستشاري حددهم على اعتبر انه هو الناس اللي بيشتغلوا فيها عمالة كسافة وفيها عمالة خايفين انها تنتسر فيهم الأيام فبدأنا ان احنا نهتم بيهم الجزء ده يوسل جزء مهم جدا بتتولى التنمية المحلية مع وزارة الصناعة مع وزارة التخطيط التلات وزارات بيشتركوا معا لقيام الصناعة دي والحرفة دي بالزيد الحرف دي ممكن مش موجودة في حفاظات أخرى يعني مثلا التالي ده مش موجود فرقة مش موجود غير في موجود في زواج وإينا فبالتالي احنا بنحتم بيهم خاصة ان الفترة الأخيرة قصرت عليهم جدا وبتلت ان هي نتيجة الظروف ودقت عدد تقلي فيها كان فيه لقاء مع سيادة ريز عرضنا فيه مشروع برنامج بالكامل وهو سيادته حدحمس جدا ان احنا ازاي نطور الفكرة وازاي ان احنا ندربهم وازاي نرفع كفاءة الحاجة وازاي نسوأ وهتم جدا بالموضوع وابدأ ساعته ان فيه 50 مليون جنيه من تحية مصر للخاصة بالتطوير الفكرة بالتطوير للصناعات دي والتكتلات دي مشاركة بين الثلاث وزارات وحيث ان هو يرتقي مرة تانية ويشوف وإيه اللي هيتعمل وإيه الفكرة اللي هيتعمل كان مهم فيها جدا ان احنا نطور ورفع كفاءة من خلال خبرى واقتصاديين واستشاريين تانية حاجة ازاي فكرة التسويق ثالثا يكون فيه جودة وفيه علامة تجارية جيدة رابعا ان احنا نخش فيه كافة البرامج الموجودة التكنولوجيا نستغل التكنولوجيا المعلومات وعلى الهواء أونلاين لتدي نعبية عندي المعروضات دي كان مشاركتنا في المعرض هنا كان مهم جدا ان احنا معظم الناس دي لم تشارك قبل كرة في معارض أخرى فقلنا ان احنا ناخد خدنا مفلحة كبيرة من المعرض زي ما ساعدتك والتي وحطناها في موضوع واجبنا الناس تشوف الاساس يمكن اساس في دوميات بيعتبت الاساس كلاسك احنا قلنا هنا فيه ناس عندهم بيشتغلوا في الاساس كلاسك واجبنا ده اساس مدرن وقلنا نعمل انواع التغيير ونشوف الصناعة المصرية كمدرن هتعمل ايه بساطة ان فيه منافس اوروبي وفي موضوع موجود اساس فبالتالي الحمد لله بغاية دولة يعني خمس انا مش عايز اقول يعني لكن ممكن ساعدتك تبا تسأل الناس الحمد لله رب العالمين المبيعات جيدة جدا تلبيات كبيرة جدا اعتقدوا على مستوى التكتلات الثلاثة ان شاء الله في الفترة اللي جاية طبعا بتكيف سادة رئيس ومتابعة من دولة رئيس الوزارة معنا هنعمل ان شاء الله بإذن الله تطويره في كل حاجة ان شاء الله دي مش مستقبلية فندم ده احنا فعلا بدأنا فيها نفاجه مستقبلية ان تعافى سادة رئيس مش حاجة اسمها مستقبلية احنا بستقبل في اليوم فانا من ساعد ما قابلنا وهو يمكن انها يمكن مدير البرنامج الدكتور هشام كان عرض في البترة اللي جاية حلقة سادة رئيس اننا احنا جاهزين احنا نعرض فبالليل كان بيطلبنا ان احنا عملته ايه طيب واتعالوا ليه عشان نقض مع بعض ونشوف ايه ده طول فعنى احنا فعلا ده مش مستقبلية دي بدأنا فعلا بفعل وان شاء الله بإذن الله هتكون الصناعة دي ليه هاتئة غير واحنا ان شاء الله كاوزار التنمية الحلية بنفكر نحنا نعمل زي اه اه موقع خاص بالنتماعي Julia بالحرافية وخاصة المحافظات في كل محافظة في مصر تتميز بنوع معين وان شاء الله بإذن الله هنعمله هنعد بإضن الله مننحونا وناحط في كل الصناعات الحرفية الموجودة في مصر محمود شعروي وزيري التنمية المحلية بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء الذي تحدثت فيه عن هذا الجناح الخاص ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لمحافظتي قنة وسهاجة من معرض تراثنا للحرف اليدوية بالعودة لكم للستوديو مرة أخرى شكرا جزيلا لك شيرين مجدي مرسلة أكترا نيوز وطبعا الشكر موصول لسيادة الوزير ضيفك الكريم أعلنت وزارة الصحة عن تقديم التوعية الصحية بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة علاج الأمراض المزمنة واكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوي تحت شعار مئة مليون صحة لخمسمائة واربعة وخمسين ألفا وخمسمائة وسبعة وأربعين مواطنا خلال شهر سبتمبر الماضي وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الأعلام الدكتور خالد مجاهد أنه تم عقد ستين ألفان وثمانمائة وتسع وعشرين ندوة توعوية خلال سبتمبر الماضي بالمنشآت الطبية والأماكن والمنشآت العامة في إطار تكثيف الحملات التوعوية للمبادرة الرئاسية أعلنت وزارة المالية والتربية والتعليم طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطع الخاص اعتبارا من يوم الأحد المقبل كما سيتم توجيه الدعوة للشركات والتحالفات الراغبة في المشاركة في هذا المشروع من أجل التقدم للحصول على مستندات تأهيل المسبق أكد وزير المالية محمد معيد أن التعليم يحتل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان المصري وتعزيز وعيه الوطني فيما قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي إن المشروع يستهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة تفوق المدارس التجربية الرسمية خاصة أنه يخضع لإشراف الوزارة التي تتقد كل الإجراءات لتذليل أي تعقبات بهذا نوصل إلى ختام النشرة الإخبارية الآن إليكم تبكرة بأهم ما جاء فيها من عنوين الرئيس السيسي يشهد حفلة تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة بدء تنفيذ اتفاق تبادل الأسرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين النمسا تتهم تركيا بإنشاء شبكة تجسس داخل البلاد وتهدد بعواقب خطيرة على تركيا انتهت النشرة الإخبارية وفي النهاية نحيط المساعدة المشاهدين بأن تردد أكسرا نيوز HD هو 12303 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقية شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة وكان معكم نوه درويش وإيمان الحيزي اشتركوا في القناة